بسم الله الرحمن الرحيم ألك بامري تلك آيات الكتاب الدين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافدين إذ قال يوسف لأبي يا أبك إني رأيت أحد عشر كذبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين قال يا بني لا تقصصوا إياك على إخوتك فيقيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدل مبين وكذلك يجد بيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك كما أتمها على أبويت من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل إذ قالوا ليوسف وأخو أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي طلاب مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجوا أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائلوا منهم لا تقتلوا يوسف وأخوهم في غيابة يب يلتققوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنعصف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ قال إني ليحذني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافظون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذئبوا به وأدبعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبذون قالوا يا أبا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بأمن لنا ولكننا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل والله المستعام على ما تصفهم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأبلادا وهم قال يا بشرى هذا غلال وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشربوا بثمن بخص درانب معذوبة وكان فيه من الزاهدين وقال الذي اشترى من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا لوسف في الأرض ولمعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هايت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن متوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فاستبق الباب وقدت قميصا من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال لي أراودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قمير فيه كد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قمير فيه كد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رئي قميصا من قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم يوسف أعرف عن هذا واستغفري لدمك إنك كنت من الخاطئين وقال لسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها قبا إنا لنراها في ضلاء مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهم مرتكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله لا هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوت عن نفسه فاستعصر ولئن لم يفعل ما آمه ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعون ني إليه وإلا تصرف عني كيدا أن أصل إليهن وأب من الجاهين فاستجاب له أب فاصرف عنه كيدا إن هو السفير العليم ثم بدى لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجنن حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحد ما إني أراني أعشر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي أبزا تأكل الطيور منه نبئنا بتأليله إنا نراك من المحسينين قال لا يأتيكما طعاما ترزخاني إلا نبأتكما بتأوله قبل أن يأتيكما ذلك لا مما علمني ربي إني ترى ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة الكافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعطوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شانين ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكسرت الناس وعلى الناس لا يشهون سميتم وآباؤكم ما أنزل الله بآل سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبده إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكسرت الناس لا يعلمون يا صاحب يسترد أما أحدهما فيسهي ربه قمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستكيان وقال للذي ضعن أنه نادي منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السلل لضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفكوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أبغاص أحلامهم وما نحن بتأويل الأحلام بعادمين وقال الذين جاء منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أبتنا في سبع بقرات من سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دهبا فما حصفهم فزغوا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قد لم تلهم إلا قليلا مما تحصرون ثم يأكل من بعد ذلك عاموا فيه يغاصرون وقال الملك أخوني به فلما داءه الرسول قال اربع إلى ربك فاسألهن إن ربه بكيتهن عليم قال ما خطبهن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش بالله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حق أن راوتن عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخذ بالغير وأن الله لا يهدي كيد الخائدين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا نكيل أمين قال جعلني على خسائل الأرض إني حفير عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتها من أشاء ولا يضيع أجر المحسين ولأدع الآفرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفته وهم لهم منكرون ولما جهزه بجهازهم قال ائتوني بأخلكم من أبيهم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير موزدين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم منه ولا تقرمون قالوا سمرافض عن أباه وإنا لفاعلين وقال لفتيته جعلوا بضاعته في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلموا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخوانا نكتب وإنا لهم لحافظون قال أن أهلكم عليه إلا كما أنيتكم على أحيل قبل فالله خير شفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا المتاعا وجدوا بضاعتهم أدت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا أدت إلينا ودمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعين ذلك كيل يسير قال لن أرسلهم معكم حتى تكون موسقا من الله لتأمنني به إلا أن يحاط به فلما آتهم موسقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء من الحكم إلا لله عليه توكلته عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمره أبواب ما كان يؤني عنهم من الله شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب خضاءات وإنه لذوع من لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى بله أخاه قال إذنني أنا أخوك فلا تبت إسم ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجنازهم جعل السقاية في رحب أخيه ثم أذنهم أذنهم أيتها العير إنكم لسارحون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حبل بعير وأنا به زعين قالوا تالله لقد علمتم ما جهنا لمفسدة الأرض وما كنا سارحين قالوا فما جزاءه إن كنتم كاذبين قالوا جزاء من موجد في رحبه فهو جزاءه كذلك نجزي الضالين فبدأ بأوعية قبل وعاء أخيه ثم استخرج ذا من وعاء أخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علي قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدأ لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تشفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقذ أحدنا مكانا إنا نرات من المحسنين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وإنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نديا قال كبيرا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقوا في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل عسى الله أن يأتي لي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحكمي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزداد فأغفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزل تصدقين قال أعلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هكوا بقميص هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا ويكوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبو إني لأدد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تقرأ إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير أنقام على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلموا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوين وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبوي على العرش وفروا لهم سددا وقال يا أبت هذا تأليل هذا تأليل إياي من قبل قد جعلا ربي حقا وقد أحسنني إذ أخرجني من السبل وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أدنعوا أمرهم وهم يمقنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إنه هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آياته في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مغرغون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشرقون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة ضغطة وهم لا يشعرون قل هذه السبيلي أدعو إلى الله على بشيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالين موحى إليهم من أهل القرى أفلن يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعكموا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندينا النشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المدنمين لقد كان في قصصهم عذرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدين وتفصيلكم بشيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنين بسم الله الرحمن